السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبنا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله الفيديو رضي انتو قول لكم يا محمد افتح البوكس طبعا اللي ما شافش وما يعرفش حكاية البوكس ده حماتي وخطبتي طبعا مرفت كلكم عارفينها جات عندنا هنا في اسكندرية صيف وقعد اسبوع هي والاسرة الكريمة نزلت اسبوع فعميتلي ديارة جميلة وجابتلي الهدية الجميلة دية بقول لها بمناسبة ايه يا ماما قالت لي من غير مناسبة مناسبة ان انت ابن وحبيبي واقول لكم ايه يعني مش هادر اقول لكم ايه بتحبني وانا بمث فيها فطبعا الهدية دي جاية من امي تانية ربنا يا رب ما يحرمني منها وكليني لها كده ويجمع يا رب للحب بنا ده وان شاء الله تشوفونا قريب وانا بحاول ان شاء الله ان انا حاول في الفترة اللي هي فيها في اسكندرية دي ان انا هطلحها منك بس دلوقتي بقى انتو قلتولي يا محمد افتح البوكس جي اكتر من الفين تعليق على الفيديو بس انا قبل ما هفتح ده انا هتفهم معكم اتفاقين وما تذقلوش منه وما تقولوش انت بتتشرت علينا يا محمد اول اتفاق هيكون فيهم ان محدش يكلم على اللي جاء البوكس لان انا والله والله كمان مرة البوكس ده الاول مرة بيفتحه قدامكم لحد الوقت البوكس لسه بقفلته والله العظيم ما فتحته فانا عشان هو لو في حاجة بسيطة نقول لها قطر خيرك وكلمة كويسة منها بالدنيا كلها مش بثمن الحاجة اللي جوه ده اول حاجة تاني حاجة بقى تضغط لايك للفيديو دوت زي ما انا ما بعمل لكم لانتو عايزين يبقى لازم انتو وصلوا لي الفيديو دوت خمسين انا في لايك زي ما بتطلبوا مني وبقول لكم عناية الاتنين يبقى انتو لازم برضو تقول لي يا محمد مش خونس هتسمعوها وهتعرفوها مني عمري بحياتي ما قلتها لحد قبل كده واقول لكم ليه صلة الحب بيني وبين حمايتي كده وبينتهت بس ثانية واحدة لما بس عدد كل جوه البوكس ده فاحنا هنبتدي ونقول باسم الله الرحمن الرحيم والهداية يا جماعة مش بتمنها الهداية بقيمتها الهداية بكلمة حلم هنقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي ونفتح طبعا انا اوضيه لها كل الشكر ان هي اصلا افتكرتني ان هي بتعملني زي ابنها بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة البوكس تقيل شكله يعني كده حاجة بشاء الله بس انا هي بنشوف انا بدأ يسكل لا 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 مش كده مش كده مش كده مش كده مش كده ده شغل حبيبة يا جماعة مش شغل حما وخطيب بنتها يعني انا فيك ميت برفن عدت من عليا مش قادر اقول لكم يعني مش قادر اوصف لكم الريحة والعطور اللي طلعت علي او المفاتحة يعني انا بصوا كل الورد ده يعني حاجة كده بكمة الجمال يعني ايه الجمال ده على فكرة على الجمال اللي انا شفت دوت هستأذنكم اقول لكم ميت الف لايك مش خمسين الف ايه الجمال ده اول حاجة كده شكل ايه البداية كده مبشرة ده اميس ماشي ده اميس فانا بس مش هفرده لان انا هورره لكم عليها دلوقتي او مالبسوا عشان تشوفوا كويس هورره لكم بس الهدايا اللي هنا معي وبعد كده هورره لكم بقى ايه تفصيلا تفصيلا يعني وده اميس بطي لا بس ما كنتش ايه ده ما كنتش متخيل ان انتي كده بالزو الجمال ده يعني عاكسها ولا عمل ايه ده العاكس بنتها يا جماعة حد يفاهمني ايه الجمال ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده طب اميربت مع انتكيش اخت صغيرة خطيرتني يا عام يا ميربت معنداش اخت صغيرة كده على فكرة ده فكرة معنداش في حاجات في البوكس انتو لو شايفين اللي أنا شايفه استنوا علي بس. خلاص من النهار ده انت حباتي وحباته. يعني شو بنا اتطلب بنا باي عروسة كده وباها خطوبها على طفل. شايف الكاجولة? باكالازي يا عب. يا ميرنة بدي تبتأكير النومك عندها شتين سنة. ايش عارف. انا يا شوك. ايه ده? بس على فكرة ليه يا ميرنة بس عارف الحاجات دي? اكيد. اذا انا شايف البوكس ما شاء الله يعني ايه? ده كدش افضلت عشان بس انا مش عايز اقربه كدش الكاميرا هتشوفوه برضو على الطقم انا ايه? هوريكم الطقم كله على بعض ازو الوقت. ده ايه شغل الجامع ده? ايه ده? حسن سمعني كلمة الله. الله سمعني كمان واحدة. بس القميس ده اللون ده والله والله والله. ميرنة عافش ان انا كان عيني على اللون ده لان انا كنت اصلا كنت عايز اجيب اللون ده لان اللون ده ما جبتهش قبل كده خالص. اسمه اصف ايه. ده تقريبا بيد على بتنجاني. بتنجاني بس مسلوبة. اسمه. انت لفتعرصت الوان ولا انا اعرف الوان فانتقول لنا ده اللون ايه عشان ابو ايه? ما تفتيش. المرة اللي فات قاتت تقول فوشي قالوا لك يا حسن ده مش فوشي يا ده بامبي. مش قدها حاجة. انا اقوم انا اقوم ايسابه. انا شايف فيه الماص. انا شايف فيه الماص تحت. ده على فكرة الموضوع مش موضوع هدوه. الوان اللي قلت فاكر ان هي هتبقى جايبة حاجة بسيطة. ده انا ده لدي مش عالي في حاجة خالص. اكيد نضارة يعني مش هتوقع فيها ايه ولا ممكن ايه عاملت ايه مهلة بميرفت. لأ. لأ. والله يا زوحة علي قوي. اهورها لكو عطا اهورها لكو عطا اهورها لكو عطا. اهورها لكو عطا. دي الفردة التانية. لان انت ماريها اوارت. ميرو والله مامة ميرو. اللي اتنين موزز بصراحة. هعمركش وفت حد بقول لها حاماتو موزة انا حاماتو موزة. يا بختي اللي حاماتو بتحبه. وهقول لكو دلوقتي بتحبيني ليه? الثانية واحدة علي. ده برضو بانطلول مش هارك اوارو لكو. هقوم هنباشو علي. ايه? ايه? لما وصلتش بكده يعني. ايه? مش للدرجات دي. ايه? مفيش كده محدش بعمل كده في الدنيا. ايه? خالص. ايه يعني? لا اوه. مفيش كده. ايه ده? ايه اللي حاجباني ايه? للكوتش. لا مفيش كده. ايه بقى. ناشي. بتسلم ايديك. ده بانطلول التاني. ده البنتلون التاني. وانا تقريبا اظن ان اللون البتنجاني الدهوت. اللي هو يطلع ده بناطلع حاولة تقول عليه اللون هو ايه? علشان انا والله ما اعرف بالالوان. انا اعرف اللزبت واللابيضة. ممكن ي mise عليه اللابيض. طيب انا هقول لكم على حاجة. انا هلبس ال انا هلبس ده على اللابيض وهلبس ده على البتنجاني ده هوت. انتوا بقوللي ايه؟ بقول لي يعني حلول مدربعبات ديلي يعني هورم لكم علي لباية بدل الشابكة جابلك الشابكة؟ جابال الشابكة ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ديبلا؟ بدا لي ان معك يعني ايه احبق하�تكم دهراو ايه دهcken قصت هده وقت بدي كده tekN كده خلاص معناش حاجات هاي الدبلة ديت الدبلة اللي في إلي مشروخة ماشي؟ وهي اقترحت عليها كتير وقالت بتي وانا عندها هنا قالت لي يا محمد دي ممكن انت بتتوضى وانت ممكن انت بتعمل اي حاجة ممكن تعورك فانا بصراحة انا رفض نهائي رفض تماما يعني انا لما جات موضوع الكورونا دوت في البداية خالص لو تفتكروا اللي متابع معنا من الزمان يعرفني ان هو فاكر لما انا قلعت الدبلة والخاتم بالخناق من مرفة وقالت لي يا محمد اقلع الدبلة والخاتم زي ما التعليمات بتقول وارشادات المقاية بتقول ان الحاجات ديت بتعمل تحتها ميكروبات فما يصحش بها دلوقتي عشان الميكروبات بتاع الكورونا وكلام ده فانا قلعتها بعجوبة وقعدت اسبوع بالزبط ورجعتهم تانية ما قدرتش فانا كنت الدبلة ديت خايفة قلحها وهي عمان تقول لي وانا دماغه قلح حاجة انا مش عيلها من ايدي فادلوقتي هي فاجئتني بقى وجابتها لي فهاتطر بقى ان انا البس الجديدة دية والتانية ديت برضو هحتفظ بيها وهاشيلها كويس ماشي فادلوقتي كده بقى اقوم سواني خليكم معايا اقوم منكس واجوركم الطاقم خلاص كده يا جماعة ده اول طاقم كده واللي رأيكم بقى ان انا بشارككم في كل حاجة هتلوق تعليق في اول تعليق مسبت اللي انستجرام بتاع ابو عالي بتاني وسابها ومحمد خوارات بوشوا عملون نفولو وعايزين انستجرام ده ولا نعناقر شاركونا في كل حاجة بنزل كل السور هناك ويلا بقى نشوف الطاقم التاني هيبقى اجمد ولا لا الطاقم التاني اهم حاجة تدوني رأيكم ماشيه القميز ده على البنطلون ده ولا التاني على البنطلون ده ولا ده ولا نشوف اقول الوان فانتوا كيف فهمين انزلي يا ابني بالموسيكة حزينة انا الفكر انا بفرقكم علشان تقولي لي حمدك مزة عشان محدش يقول لها لحمدك مزة عشان هي مزة تستاهل بصراحة ليه مزة عشان خليتني مزة زيان فانا اقول لكم ليه بقى حمدتي بتحبني تعالوا بقى تحت بصوا بيا جماعة دلوقت انا اقول لكم ليه حمدتي بتحبني اولا بس الاميس زوت علشان خاطر هو ما اعرفش ليه وحيد فانا هجيب له بقى ايه انت لون لون تاني ولا هو بس انا بقول يمشي على ده يمشي على اللون ده ويمشي على التاني برضو هو فيه شبه من التاني بصوا بقى حاماتي بتحبني وانا بحبها وبحب بنتها لسبب ولازم انت يعرفو دلوقتي ليه بقى لان الام عمتا لما بتلاقي بنتها مرتاحة وفرحانة ومبسوطة مع خطبها مع عرسها مع اللي شغالة معاه يسحبه تدعيله وبتقوله روح ربنا يبارك له ليه لان الواحدة مش عايزة غير واحد يراح بنتها ويهنيها ويسعدها هتعمل ده كله والله العظيم يتعاملك زي ابنها ويمكن اكتر كمان وهتبقى اغلى عندها من الابن دي معلومة لازم انت يعرفوها على فكرة حالة الوصل بيني وبين حاماتي قريبة جدا لان بيحصل معايد رباك كتير وانا من النوعية لو هو بحب اعود افرصف معايا وقول لها واحد من ثلاثة ووحب اخد رأيها لان هي ست متفقهة كده ومثقفة هي اصلا متعلمة ومعاها شهادة فانا بحب برضو ان انا شاركها معايا اخد رأيها بتاع بي والفي كده بيننا عاملين دي وقته مع بعض ما شاء الله كانت مدرية مدرسة لو كان خطب ميرفت ايام ما انا كنت في مدرسة كنت حويتي للمدرسة مداعيتها وما انا خدتش الامتحانات وانجحت برضو من الاخر واسطة يعني فتلوقتي بقى انا عايزكم تقولي لي رأيكم في اللي هي عملته دول الدبلة طبعا انا بستأزمكم ان ما عليش بقى مش هينفع البسها لاني بيت يعني ايه سنبرة مش هينفع لازما ميرفت لازما ميرفت اللي تلبسها لي وبعدينها عشان بني وبينكم يعني ما حدش يروح يقول لي ميرفت عشان تبقى حجة وراح هناك ايه الزقلي ومين ولا حاجة. لا. لو ربنا. ماشي فانت ايه جاهزة يا الله ياميروا بقى حالتين محشة كده ويعملوا حسابي في بكرة ان شاء الله عشان تلبسين الدبلة. ماشي انا جاء عشان تلبسين الدبلة بس نتفكراش ان انا جاء عشان حاجة. لعدي في امن بلد. طب ايه رك لو نعزمهم. طب انا نعزمهم هنا وتلبسوا الدبلة. وتم انا عندي فكرة. ايه. انا اروح هالبس الدبلة وبعددها نعزمهم مرتين. ده ايه ده ايه ده ايه رك خامة دي ده عاوز كل شوية كل شوية. انا هروح يا جماعة دلوقتي ان شاء الله هي تلبسني الدبلة ديت. وطبعا باشكر ستة الكل وباشكرها وبقولها يا ربنا يا رب كده اديك السحة. وعلى فكرة يا جماعة والله العزمة بالهدايا ولا باي حاجة الكلمة الطيبة صدقة. اذا كانت لامك لابوك لاختك لاخيك لحماتك لاصاحبك في الشغل الاحد. كلمة كويسة حلوة بي هي اللي بتقعد ويعني بعد العمر الطويلة يقولوا فلان كان كذا وكذا وكذا ويشكروا فيك وياه. لك عارف فقا لو انت وايش. عارفين انت البسة دي. طبعا كلكم فاهمين بقى. فبكرة يكونوا ينتهى معنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم ويا رب يكونوا انبسطوا بيه. عايزين وصلوا لتسعمائة وعشرين قد فلاق زي ما التفاعلة. لابد جاد فاهم يوصل لخمسان قد لايك لذا عشان هو الفيديو يستاهل ليه بقى. لان محمد في ذلك كل ده مستاني لحد ما ينزلكوا الفيديو اللي هو كانت اللي فات. اللي هو كان ظهر فيه بالبوكس. والله العزمة مع ان كان عندي تقول جامد جدا ان انا اعرف فيه واعرف ان مم اما جايبه لي ايه. بس عشان اقول لكم كتبتوا لي تعالكت جدا وخشوا على الفيديو اللي ما شايفش الفيديو هيلاقي الفين تعليق افتح البوكس يا محمد. الفيديو كان نزل امبارع على قناتنا التانية هتلاوي اللينك بتاع القناة التانية دي في اول تاني مسبق احنا. فكده يا رامب يكون الفيديو عجبكم. ومترككم بقى في رعاية اللي هو امن. واللي كمل معنا الفيديو لحد الاخر نقول له. مارسي. باي بو. باي بو. ورأيوكم في كل حاجة جد. اشتركوا في القناة